السلام عليكم ورحمة الله وإهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد هلا وكل الهلة بكم اليوم رح نسوي كبسة باللحم بطريقة بسيطة وسهلة وطعم خرافي أتمنى تجربون الوصفة ويا ربي تعجبكم قبل ما نبدي إذا كانت هذه أول مرة يشوفون بها قناتي فأتمنى تشتركون بيها وتنورونا إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا نتخلونا لايك من إيدكم الحلوة وهسا هنقول بسم الله ونبدي بتحضير صينيتنا الحلوة لهذا اليوم في قدر وعلى نار متوسطة ضفت كمية من الزيت النباتي وعندي هنا كيلو من اللحم تحبون تستخدمون لحم غنم لحم عجل حسب رغبتكم قطع اللحم هذي بدون عظم وبدون شحم مثل ما داشوفون يعني لحم شرح رح أبدي هسة أحمس قطع اللحم هذي وبكل الاتجاهات إلى أن تاخذوا هنا لون حلو طولوا خلق بالحمس إشقد ما تقدرون على مود المرق اللي رح يصير عندنا مات اللحم يكون طعمه كلش طيب من نجي نطبق عليه التمن بعد أن حمست اللحم ووصل وياي لهذا اللون رح أضيف قطعة أو حبة من الفلفل الحار طبعا إضافتها اختيارية إذا تحبون وحبة بصل متوسطة فرامتها بشكل هذا ورح أبدي أحمسها ويا اللحم بقيت أحمس اللحم ويا البصل إلى أن وصلوا يعني البصل إلى هذا اللون هسة رح أضيف مجموعة من التوابل عندي هنا قطعتين من النومي بصرة شوية من الهيل شوية من القرنفل فسطوم واحد ونصف ملعقة طعام من بهارات الكبسة إذا ما عدتكم بهارات الكبسة فتقدرون تستبدلوها بالسبع بهارات مشكلة إنكها كلش قريبة والمكونات تقريبا متشابهة طبعا بهارات الكبسة هي خليط من التوابل تكون جاهزة وحاضرة تم بعد العطارين تقدرون يعني تشتروها من السوق بقيت أحمس اللحم والبصل والتوابل بهي شكل هذا ما أحجيكم العطور وريحة الحمس مات البهارات واللحم رهيبة من وصلت ويانا لهاي المرحلة سويت مكان على جنب وعندي هنا ملعقة طعام كبيرة من معجون الطماطئ رح أبدي أحمس المعجون وياللحم والبصل وبقية المكونات شغل ما تقدرون طولوا بالحمس على مودة النكهة عدكم الصير طيبة رح أضيف هسة بعد أن قلبت المعجون شوية وياللحم قطعة طماطئ حب الطماطئ ثرمتها بشكل هذا ورح أحمسها ويبقية المكونات مدة الحمس عندي كلها تقريبا طولت عشرين دقيقة مثل ما قلت لكم كل ما تحمسون أكثر الطعم عدكم يصير أروع بعد أن دبلت عندنا الطماطئ ونحمست بصورة جيدة وكل المكونات عندنا يعني وصلت لهاي المرحلة أنا بهاي الفترة كنتم حضرة مي حار مي ديغلي حتى أضيفه مباشرة فوق اللحم لازم المي اللي يضيفه يكون مي حار آخر شي رح أضيفه ورقتين من الغار ومن ثم رح أغطي الجدر وأتركه على نار هادئ إلى أن يستوي رجعت على اللحم وراء تقريبا ساعة تركت على نار هادئ جيت فحصته لقيته مستوي طبعا مدة الاستواء تعتمد على نوعية اللحم اللي دا تستخدموها ممكن أكثر ممكن أقل هذا الشي طبعا مثل ما قلت لكم حسب نوعية اللحم اللي دا تستخدموها ضفت كمية من الملح ورجعت غطيت الجدر وتركته على نار هادئ لمدة ربع ساعة على مودي أخذ لغلوة وهي الملح بعد مرور مدة الطبخ هذه رح أرفع حسة التوابل الخشنة اللي ضفناها وقطعة الفلفل أيضا على مدمة المرد ومن نجي أنزين بها الطبق يعني تطلع حلوة هي طبعا النكة ما لتأكيد صارت بالمرق اللي باللحم فهي رح أخليها على جنب وبعدين نرجع لها وهي رح نجيب كوبيا من الرز الرز هذا هو رز بسمتي غسلته ونقعته لمدة ربع ساعة رح أضيفه به الشكل هذا وأكبسه فوق اللحم بالنسبة لكمية الصرصة فلازم به الشكل هذا ما ترتفع هواية فوق التمن إذا شفتوها هواية ارفعوا من عندها إذا شفتوها قليلة فزيدوا شوية ماء هسة رح أغطي الجدر وأتركه على نار متوسطة إلى أن ينشف الماء خلال هاي الفترة كل شوية تجون تقلبوه به الشكل هذا تقليبة بسيطة على مود ما يلتصق عدكم أسفل الجدر لأن مثل ما تعرفون هذا التمن بكمية من المعجون تبقون به الشكل هذا كل شوية تراقبوه من الشوفون أنه السوائل عدكم داخل الجدر نشفت به الشكل هذا رح نغطي الجدر ونخففه في النار ونتركه على نار هادئة تقريبا نصف ساعة خلال هاي النصف ساعة رح نقلبه مرت يام فقط التقليب مالتكم يكون بهدوء به الشكل هذا اللي يدشوفوه على مود عندكم حبات التمن ما تتكسر وقطع اللحم ما تنمرد بهاي المرحلة آني طبعا خلصت فترة الطبخ كلها وحصلت على كبسة باللحم رهيبة وطبعا هي من اسمها كبسة فلازم كل المكونات تنطبخ بجدر واحد لذلك طبخت التمن ويا اللحم بهالطريقة هذه اللي يدشوفوها طعمها وريحتها ولا أرواع أتمنى تجربوها ومتأكدة رح تعجبكم إن شاء الله كأطباق جانبية قدمتها ويا الكبسة قدمت شوية من الصلطة خيار وطماطئ وجزر شوية معدنوس عصرة ليمون رشة ملح وصارت عندنا صلطة بسيطة وطيبة سويت أيضا شوية من السنبوسة باللحم طريقتها موجودة بالقناة إذا حبيتوا شوفوها وشوية من الطرشي أو المخللات وشوية التمر والحمد لله رب العالمين على النعمة حس بناء على طلب كثير من متابعاتي الغاليات راد ومن عندي أشوفهم طريقة عمل وردة باستخدام الليمون أو الطماطئ ممكن حتى بالجزر بالاخيار تقدرون يعني تسوون هذه الأشكال الحلوة حتى تزينون بها أطباقكم فإن شاء الله يعني أكون وفيت طلبكم وحتى استفادون إن شاء الله من هذا الفيديو رح نسوي هسه قطعة من الطماطئ وأيضا بنفس الشكل مجرد نسوي شقوق جانبية عميقة على شكل زيجزاج ومن ثم نفتح الجوانب بسهولة ويصير عدنا وردين هسه هاي الوردات رح نخلي عليها شوية فجلات حلوات طبعا هذا الفجل مخسول رح أوخر هذا الجزء من عندي وباستخدام العيدان مادة الأسنان رح نخلي للوردة فدموتية الحلو يطلع شكلها جدا لطيف يعني مجرد أشياء بسيطة لكن تنطي منظر حلو للأطباق بما أنه الوردات خلصا خلونا هسه نبدي انهندس الطوق مالتنا لهذا اليوم ورح نبدي أنصب التمن والتمن يا جماعة واحدة قصة يعني طعم خيال خيال في الشي كلش كلش طيب نكت المرقمات اللحم اللي صارت ويتمن في الشي خرافي أتمنى تجربوها ومتأكدة رح تعجبكم مثل ما شفتوا صبيت أول شي التمن بعدين خليت قطع اللحم على سطح التمن بها شكل هذا اللي دشوفو وهي الفلفلاية اللي رفعناها بالبداية على مدمة المرد وحطيت أيضا قطع النومي بصرة تنطي مجرد يعني شكل حلو وهي الوردات الحلوات اللي سويناها ورح نخلي أيضا فترشة بسيطة من المعدنوس أو البقدونس حتى تنطفد منظر حلو وهي الوردات وصير عدنا طبق الكفسة جاهز هسه شرح نسوي من هندس صينياتنا الحلوة لهذا اليوم اللي الطبق الرئيسي مالتها هو هاي الكفسة الجميلة اللي طعمها جدا روعة هاي الصلطة والبورق والطرشي والتمر سويت أيضا شربة الماشي العراقية لكن ما خليت لكم طريقة العمل بهذا الفيديو على موض ميصر عليكم طويل وممل إن شاء الله الوصفة تنزل بالفيديو القادم وتستفادون منعتها وتاكلوها ويا أحبابكم بألف صحة وعافية هذه كانت صينياتنا الحلوة لهذا اليوم ربي يرزقنا وإياكم من الطيبات ويشبع كل جوعان يارب تكون الوصفة مات اليوم عجبتكم وحبيتوها وأتمنى تجربوها حتى تستمتعون بأطيب طعم هس رح أشوفكم شكل التمن واللحم مش لون مستوي وذايب وطعم ولا أروع طبعا أكو كثير طرق لعمل كبسة اللحم بنظري هذه أسهلها وأطيبها أتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم وأكيد طبعا هي كل الطرق خير وبركة لكن أنتو تعرفون أني دائما أختار لكم الأشياء البسيطة واللي طعمها يكون مقبول من الجميع وصلنا لنهاية الفيديو ومالتنا لهذا اليوم وبنهايته أتمنى لكم صيام مقبول وأفطار شهي إن شاء الله تكون وصفات اليوم عجبتكم وحبيتوها والأفكار اللي بالفيديو استفادت ومنعدها نلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم كونوا على الموعد ومع ألف ألف سلامة